أنا قبل ما أكون إعلامية أنا عندي شركة ميديا كبيرة هنا في التجامع وزي ما أنت شايف كده أو ما أنتو دخلته ناس كتير عرفاني بالنسبة للموضوع المرأة فأنا صاحبة جروب سينج الماظر أو في إيجيبت في مصر والمؤسسة دي مؤسسة كبيرة جداً بتهتم بالمرأة المطلقة والمرأة المعيلة بنقدم لها كل الدعم أما بالنسبة للموضوع الفستان هو الحقيقة برضو أنا تفاجئت زي ما أنتو تفاجئته بالضبط هو جريء شوية أو جريء شويتين أكيد مش راضي عنه الفكرة بس في موضوع الدرس أن أنا ملحقتش أن أنا أعمل بروفا على الدرس هي مصممة الأزياء جابتهولي وأنا للأسف ما كنتش شفته أو ملحقتش أعمل بروفا عليه فهي دي كانت المشكلة التعليقات لا تعليقات سلبية قوي 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 وأثرت علي بنسبة كبيرة يعني بشكل سلبي جداً تعليقات سخيفة قوي قوي وناس بتقول جهنم وبقصة المصير ودي الناس اللي عايشة أو حاجات كده يعني هي دي كلها منشتات صحافة وإحنا متعودين من الصحافة على كده المنشتات الجريئة اللي لازم تشد المشاهد فأنا كإعلامية لأ عارفة عارفة طبيعة شغلكو بس هو أنتوا في الآخر عملتوا سلو موشن للفيديو وهو ما فيش أي رد فعلي لي اللي حصل من البداية أن أنا وصلت الأول ووقفة على ريت كاربت وبتصور وبعد ما تصورت دي أحمد السقا بيتصور فالولد المصور بيشور له بيقول لي أستاذة أنا أحمد السقا عايزين صورة مع بعض فأنا ما كانش ينفع إن أنا أقتحم الصورة لا كان لازم أستأذن فأول ما قلت له آه قالي طبعاً هو كان مرحب فاتصورت صورة عادية ما فيش أي حاجة خالص وهو ما عملش رد فعل يعني أنا بس عايزك تقولي فين الرياكشن اللي هو عمل هو ما فيش أي رد فعلي خالص وهو كان جاي بيجري يعني هو دي طبيعة أحمد السقا احنا عارفين رياكشنات يعني هو جاي بيجري وأنا قريدي وقفة بتصور فالمزيع أو المصور طلب إن إحنا ناخد صورة مع بعض فأنا أوكي يعني فبستأذنه قال لي أوكي وتصورت ومشيت فين الموضوع يعني الموضوع مش على أحمد خالص مش على أحمد السقا خالص الموضوع في الدرس الدرس يعني مش هقولك إن أنا مبسوطة بشكله لا أكيد متضايقة جدا كومنتات كلها صعبة جدا يعني ارحموا الناس أنا برضو يعني عندي عيلتي وقصرتي وابني فكل اللي حوالي أكيد اتأثروا بالكومنتات وبالترند أنا أكيد مش هفرح بترند سلبي يعني أنا عملت برامج كتير قوي لا ما حصلش الانتشار ده قد ما حصل على الدرس أنا من ناس اللي ما بتحبش الترندات السلبية وأنا الحقيقة هو ترند سلبي مش ترند إيجابي خالص آه السوشيال ميديا كلها اتكلمت عن الدرس وعن الإطلالة وعن كل ده بس يعني أنا ما كنتش مبسوطة خالص خالص يعني مش راضية وما بقراش الكومنتات من كترة ما أنا متضايقة جدا 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 واللي دايقني أكتر برضو يعني المانشت الفضيع اللي هو رد فعل لأحمد الساقة على موزيعة كناة النهار حضرتك هو فين رد الفعل أنا زرقت يعني كل ناس تفرجت على الفيديو احنا مش شايفين أي رد فعل يعني في الآخر بيعمل سلو موشن للآخر حاجة هو ما عملش أي حاجة هو كان جاي يعني بيجري وناس بتجري وراه كده وأنا قريدي أنا اللي كنت وقفة وبتصور فالمصور بيقول لي أستاذة هنا صورة مع أحمد فما ينفعش إن أنا أدخل كده وخلاص فبقوله فقال لي بقوله ممكن صورة فبيقول لي أوكي فاتصورنا ومشيت وما كانتش فيه أي حاجة خالص 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 وبعدين هو أكيد بيقابل ناس كتير يعني بيتصور معاهم يعني فالموضوع أخد أكبر من حجمه والمنشتات كانت سخيفة قوي والكومنتات كانت سخيفة جدا هما مراعوش أي حاجة خالص أنا مشكلتي بس في الدرس إن أنا ملحقتش أعمل بروفة خالص خالص على الدرس وأنا بوعيدكم إن شاء الله بحاجة قوية جدا 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 وبرضو هكلمك عشان تيجوا تصوروا معايا واستنوني في برنامج قوي جدا بنحضر له التحضيرات دلوقتي ورئيس التحرير محمود خليل فأنا مبسوطة جدا ومبسوطة جدا إن أنتو برضو ديتوني فرصة أو حق الرد فدي برضو لفتة حلوة جدا جدا منكم حق الرد لي ويا رب الناس تبقى متقبلان يعني ومرسي جدا ليك ونورتوني ترجمة نانسي قنقر